اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة على ضوء زيارة رئيس تركي لباكستان نستكشف خريطة التحالفات الإقليمية بين الدول الإسلامية الكبرى ونستكشف محددات السياسة الخارجية لإسلامباد كما نتحرى إمكانية تشكيل تكتل إقليمي يعود ضعف حضور منظمة التعاون الإسلامي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كيف تنظر إسلامباد إلى علاقتها مع أنقرة هل تسهم زيارة رئيس تركي رجبطي بردغان إلى إسلامباد في توطيد هذه العلاقات وهل تغير باكستان الحليف التقليدي لسعودية محددات سياستها الخارجية بعد رفض الرياض عقد اجتماع طرئ لمنظمة التعاون الإسلامي حول كشمير هل باتت الظروف مهيئة لتشكيل تكتل إقليمي يعود ما يعتبره كثيرون غيابا لمنظمة التعاون الإسلامي في المقابل هل أصبح الاهتمام بالعلاقات الثنائية بديلا عن محاولات تأسيس تكتل يجمع الدول الإسلامية وكيف تنظر أنقرة إلى علاقتها مع الدول الإسلامية الكبرى مع استمرار عدم فعالية منظمة التعاون الإسلامي أسئلة سنحاول الإجابة عنها مع ضيوفي هنا في الأستوديو الدكتور برهان كوروغلو الأكاديمي والباحث في الشأن التركي من إسلامباد علي مهر الباحث في الشأن الباكستاني ومن عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأردنية نبدأ نقاش بعد التقرير استقبال رسمي من أعلى المستويات واحتفاء خاص بالرئيس التركي رجب طيب أردغان الذي يزور باكستان للمرة العاشرة باكستان الدولة الإسلامية الوحيدة ذات القوة النووية وتركيا وريثة الدولة العثمانية تحالف قديم يزداد قوة مع المزيد من الدعم المتبادل بين الطرفين في القضايا الحساسة لكل منهما فالدولة المضيفة أعلنت دعمها عملية نبع السلام التركية شرقية الفرات ضد تنظيم بيكاكا وويبي جي الإرهابي كما أعلنت جماعة فتح الله غولن تنظيما إرهابيا وتحويل مؤسساته التعليمية إلى أوقاف المعارف التركية دعما لأنقرة في حربها على الإرهاب أما أنقرة التي أعلنت مرارا دعمها الموقف الباكستاني بشأن أقليم كاشمير المتنازع عليه بين باكستان والهند فقد أبدت استعدادها لإجراء مباحثات بين البلدين وذلك عقب إلغاء الهند للوضع الخاص الذي تتمتع به المنطقة وهو موقف لم تحظى به باكستان من دولة إسلامية كبرى كالسعودية إضافة إلى السعي التركي للاعب دور دبلوماسي حيوي في تخفيف حدة التبتري بين إسلام أباد وطهران وعلى نطاق أوسع تسعد دولتان ومعهما عدد من الدول الأخرى إلى لعب دور حيوي في العالم الإسلامي بدأت هذه الخطوة بإعلان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قرار تأسيس قناة تلفزيونية ناطقة بالإنجليزية لمكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا بالتعاون مع تركيا وماليزيا لاحقا تم تنظيم قمة كوالا لنبور التي حضرها الرئيس التركي أردوغان ونظيره الإيراني وأمير قطر فيما ألغى خان مشاركته بسبب ضغوط السعودية اضطر الرياض في قمة كوالا لنبور محاولة لإنشاء حلف البديل لمنظمة التعاون الإسلامي التي تهيمن عليها فهل تنجح تركيا بالتعاون مع شركائها في إنشاء تحالفات إسلامية قوية لمواجهة تحديات الأمة؟ وهل تغير باكستان محددات سياساتها الخارجية بعد رفض الرياض عقد اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي حول قضية كشمير؟ سناء المهداوي لبرنامج ولنا وقفة أبدأ معك أستاذ علي مهر من وسط البرلمان الباكستاني أرسل الرئيس التركي رسائل تضامن والدعم لباكستان كيف استقبلت إسلامباد هذه الرسائل وماذا تعني لها؟ بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ الكلام أن باكستان هي دولة تستقبل الرؤساء والرؤساء الوزراء والشخصيات والملوك من هنا لآخر لكن دائما الرئيس التركي أو في السابق رئيس الوزراء التركي هناما يزور پاكستان الشعب كله منشغل في هذه الزيارة ليس فقط حكومة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء فيمكن نحن خلال يومين لاحظنا أن ليست الصحافة فقط بل عامة الشعب والمثقفين كلهم يتابعون بدقة كل ما يحدث بالساعة الباكستانية بوجود رئيس تركي أولا ثانيا الرئيس أردغان كشخصية مرموقة بالعالم الإسلامي طبعا في باكستان يوجد انتباع كوي أنه هي الشخصية التي يمكن أن تقوم بقيادة العالم الإسلامي في شتى المجالات والقضايا والنزاعات وليست هناك شخصية أخرى مثل ذلك وليس مع قضية كشميل مع القضايا الأخرى مع قضايا الروهينغية المسلمين في بورما قضية فلسطين وكل ولأجل ذلك لاحظتم في الماضي أن علاقاتنا مع الأتراك علاقات عبر القرون وليس قرن واحد وقبله المسلمون في شبه القارة دائما يعتبرون تركيا هي القيادة الرئيسية للمسلمين ومنذ قرون هكذا لكن في الفترة الراحنة انظروا العالم كله كان يقوم ضد تركيا بما يتعلق بعملية نبع السلام والعالم يصف هذه العملية مثل عدوان أو شيء مثل هذا لكن باكستان كانت من الدول القليلة التي بوضوح أيدت موقف تركيا وقالت أنه تركيا لاحق فنحن هنا ما نرى إلى شخصية الرئيس التركي في باكستان نعتبره يعني دعم معنوي دعم من كل الجهة سياسي بما يتعلق بقضايا باكستان هو فالأمر فهذا ليس له علاقة بإيجاد تكتل جديد أو تغيير تكتل سنتحدث بعد قليل عن موضوع التكتل إذا ما وجد هذه علاقات صناعية تاريخية ليست لها بالتغيرات أتحول لضيفي بالأستوديو دكتور برهان سيد أردغان زار باكستان تسعة مرات وهذه المرة هي العاشرة ما أهمية الوجهة الباكستانية في أجندة العلاقات التركية أولا كما ذكر الأخ تبع العلاقات بين البلدين وبين الشعبين ألاقات تاريخية عميقة ليس فقط يتجاوز تاريخ البلاد الحديثة يرجع إلى قرون طويلة الماضية حيث كان هناك طبعا حتى يعني دول تركية يعني مثل مثلا الغزنويين مثل هناك بابوريين كانوا يحكمون في تلك البلاد وفي تلك الفترة كان فترة السلام وفترة الرفاهية للمسلمين في تلك البلاد وبعد طبعا انفصال بين الهند والباكستان بقي تركيا تدعم باكستان من كل نواهي سياسية ومالية من هذا القبيل وكذلك الشعب الباكستاني المسلم طبعا خاصة يجب أن لا ننسى دعمهم خلال بعض الحرب العالمية الأولى في حرب استقلال كانوا تقدمون كل ما لديهم من الإمكانيات لهذه الحرب الاستقلال لتركيا لذلك هذه العلاقة مثل ما قال ضيفكم علاقة عميقة جدا يتجاوز حدود المصالح نتحدث عن بعد جديد تحمله هذه الزيارة طبعا البعد الجديد طبعا أولا تركيا عندها تطل لتكون قوة عالمية اقتصاديا وسياسية وعندها أطماء لأن يكون لها دور كبير خاصة في حل مشاكل المسلمين وحل مشاكل الوقت الحاضر يتعلق من الدول الاستمارية في المنطقة وكذلك باكستان مرت بمراحل صعبة سياسية كان هناك انقلابات كثيرة هناك تجابك بين البلدين لذلك قوة البلدين باكستان تقريبا 200 مليون نسمة وتركيا تقريبا فوق 80 مليون وباكستان عندها طبعا قوة علمية هائلة كبيرة أعتقد ومقى استراتيجي لباكستان مهم جدا تركيا يمكن تنفتح إلى شرق آسيا من خلال باكستان كل هذه فعلا يقرب مصالح البلدين المشتركة خاصة مشاكل التي تعلق من كذلك تدخلات الخارجية مثل ما حدث في أفغانستان مثلا الآن هناك دور كبير لبلدين لحل مشكلة أفغانستان التي تؤثر بدورها على استقرار المنطقة نعم دكتور حسن عندما نقول تركيا وباكستان ما الذي يمكن أن يجمع هذين الدولتين وهتين الدولتين ويميز اجتماعهم وتوافق ويميز اجتماعها وتوافقها عن دول إسلامية أخرى وتجمع دول إسلامية أخرى يعني يمكن القول بداية أن دولة مثل تركيا هي دولة لها شخصية بمعنى أنها تختلف عن تركيا القديمة تركيا أردوغان هي محط إعجاب يعني التجربة التركية في عهد أردوغان هي محط إعجاب أيضا دول كثيرة من بينها الباكستان كما استمعنا اليوم إلى خطاب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عندما تحدث عن تركيا وكأنه وزير خارجي لتركيا التحدث بإعجاب شديد بما أن النموذج التركي هو نموذج له التقدير الواسع في هذه المنطقة وبخاصة وأن شخصية أردوغان أيضا لها من الكارزمة والوجود في هذه المنطقة سواء المنطقة العربية أو المنطقة الإسلامية التي تؤهل تركيا بأن تكون التي يمكن أن يتطلع إليها الشعوب هذه في غاية الأهمية أن تبادر تركيا في هذه المسألة لكي تقود عمل إسلامي مختلف عن الهيكل ما يسمى بمنظمة المؤتمر الإسلامي المسيطرة عليها من قبل السعودية والتي يتم تحريكها وفقا للأولويات السعودية أردوغان لا يريد هذا الموضوع ولا يناكف السعودية بهذا الموضوع بقدر ما يريد أن يتم تفعيل فكرة العمل الإسلامي المشترك من أجل تحقيق مصالح الأمة من مخرجات هذه الزيارة الانتفاق على استمرار تعاون البلدين لمواجهة المخاطر التي تواجه العالم الإسلامي هل يمكن القول بأن الظروف اليوم مهيئة لتشكيل تكتل إقليمي يعوض ما يسميها البعض غياب منظمة التعاون الإسلامي من ناحية موضوعية المؤتمر الإسلامي ومنظمة المؤتمر الإسلامي هي تضم 57 دولة بأولويات مختلفة وسياسات مختلفة فبالتالي لا يعقل أن يتفقوا على سياسة خارجية موحدة حيال كثير من القضايا لأن مصادر التهديد لكل بلد تختلف لكن أيضا هناك دول رئيسة عندما نتحدث عن الباكستان نتحدث عن دولة هي أكثر من 200 مليون نسمة وفيها قنبل نووية وفيها قاعدة علمية وأيضا هي دولة ذات تأثير وهي في موقع حساس استراتيجيا لكل منظومة شرق آسيا أبعفا الآسيا الوسطى فبالتالي عندما تتفق مع تركيا باستراتيجية فأنا بتقديري أن هذا ربما يدفع العديد من الدول الأخرى لأن تقترب من الباكستان أو من نموذج الباكستاني التركي في العلاقات ما يعني أنه أنا لا أقول عليهم أن يجدوا بديلا لمسألة المنظمة المؤتمر الإسلامي لكن أيضا هناك حاجة إلى مقاربة جديدة بعد كل هذه العقود من اللافعالية لهذه المنظمة هناك حاجة لمقاربة جديدة من أجل أن تبين وتبرهن للشعوب أنه يمكن لهذه الدول الإسلامية أن تعمل معا لمصلحة الشعوب بشكل عام طيب أستاذ علي مهر الرئيس التركي رجب طيب أردغان أكد وقوف تركيا مع باكستان في مواجهة ما تتعرض له من ضغوط سياسية واقتصادية من الذي يضغط على إسلام أباد اليوم الإسلام أباد مضغوطة من جهات متعددة منها الغرب ومنها بعض الدول الإسلامية مثلا سياسية سياسية معناها يعني هذه القضية الكبيرة قضية حياة وموت للشعب الكشميري في المنطقة وسياسيا هي مرحلة حساسة وخطيرة للغاية لباكستان نفسها التي تواجه تهديدات عسكرية مباشرة من الهند ورغم ذلك منظمة التعامل الإسلامي غير جاحزة لأقد اجتماع وزراء خارجية منذ أكثر من ثمانية أشهر إذن ما قيمة وما هو هدف لهذه المنطقة طيب الرياض رفضت رفع جلسة لعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي فيما يخص موضوع كشمير كما تفضلت هل باكستان مستعدة لتغيير محددات سياستها الخارجية اليوم أنا لا أظن أنه يحدث أي تغيير فوري لكن هناك أجواء مهيئة داخل باكستان يعني أنتم لا تذكرون أنه آخر اجتماع وزراء خارجية باكستان وقبل تغيير الوضع الدستوري لكشمير وزير خارجية باكستان قاطع الجلسة هذه أيضا لماذا لأنهم دون تشاغر مع باكستان قاموا بتوجيه دعوة لوزيرة الخارجية الهندية يعني أين باكستان وأين الهند الهند أصبحت عضوة يعني في هذه المنظمة وليست باكستان فهذه الأشياء طبعا هناك أجواء مهيئة بين المثقفين بين الكتاب يوميا هذا الموضوع يكتب هنا وأيضا دعم الرئيس التركي أو دعم الرئيس الوزراء الماليزي أو دعم أي دول أخرى سين لباكستان باكستانيون هنا يشعرون بقيمة هذا الدعم وسط هذه الضغوة نتحدث نعم عن طريقة اقتصادية اقتصادية ليس كشمير يعني الأمريكا والدول الأخرى لا تريد باكستان أن تكون عضوة في مجموعة مورد المواد النوبية من الذي يقف بجانب باكستان تركيا والصين ومجموعة العمل المالية الدولية وضعوا باكستان في القائمة الرمادية يريدون أن يضعوا في القائمة السعوداء نهائيا من الذي يقف بجانب باكستان ويمنع القوى المراحضة لباكستان تركيا ماليزيا والصين نتحدث بعد قليل عن أهمية هذا الدعم أستاذ عمر أستاذ أو دكتور برهان كيف تنظر أنقرة إلى علاقاتها مع الدول الإسلامية الكبرى يعني طبعا يعني تعرف موقف أنقرة موقف مبدئي أولا تركيا تدافع عن حقوق المسلمين في كل العالم وطبعا هذا لا يعني أن تركيا ضد حقوق الآخرين هناك حق شيء مشترك ولكن ما الذي يحدث الآن الذي يحدث في العالم هناك دول إسلامية وشعوب إسلامية معرضة للضغوط والهجمات والمجازر في كل العالم في أوروبا هناك إسلاموفوبيا في أمريكا هناك كذلك يعتبرون المسلمين الآن بعض الزهنيات إرهابية وهناك طبعا مثلا في الهند في الدول الروهينيا هناك هجوم على المسلمين فكذلك في داخل المنظومة الإسلامية هناك دول لا يعترف بحقوق الناس لا دموقراطية ولا حقوق الإنسان ولا حقوق المرأة لذلك تركيا هذا الموقف المبدئي تريد أن تصعد العالم الإسلامي إلى مستوى العصر الحديث بما فيها حقوق النساء حقوق أولاد وحقوق العمال والدموقراطية لأنه إذا تجنبنا من هذه المرأة محما يكون هناك ثروات هذه الثروات لا يمكن أن يستغل بشكل جيد هناك أمثلة كثيرة وهناك دول إسلامية تجنبا تخوفا من سعود الدموقراطية يهاجمون تركيا لأنه يرون في تركيا خطر بين قوسين توريط الشعوب العربية والمسلمة من أجل مطالبة حقوقها لذلك هذه المشاكل مثل ما تفضل الأخ هناك مكان الضغوط على باكستان لسبب وجود العمال الباكستانيين في السعودية وفي دول الخليج يضغطون على باكستان لا يلتقي مع تركيا ولكن باكستان ما يلتقي مع تركيا ومعاليزة هذه دول دول صناعية دول قوية دول قوية من ناحية السكان ومن ناحية النفوذ لماذا لا يكون هناك تكتلة داخل المنظومة الإسلامية مما يتوافق مع مثل تطلعات هذه الدول الآن هذه الموقف التركي تريد أن تكون هناك دموقراطية لذلك مثلا تدعم مسيرة دموقراطية في باكستان لأن باكستانيين كذلك عاونوا كثيرا من الانقلابات العسكرية كل هذه طبعا قضية الفلسطينية عرج عليها الرئيس التركي وقال أنها ليست خطة سلام بل هي خطة احتلال طبعا هذه قضايا قضايا الأمة لا يمكن أن ينحصر على مثلا فقط شعب الفلسطيني أو شعب الكشبيري كشبير هناك ثمانية مليون إنسان تحت ضغط الهندي وقرارات المتحدة تنص على أن هذا الشعب يجب أن يعطي له هرية اختيار الحياة ولكن إلى الآن هذا كلها يمنى من قبل الهند وما عليها في شديد مثل ما قال الضيف من باكستان بعض الدول العربية يعني يشاطرون لدعم الهند صحيح هنا معنا علاقة مع الأموال ولكن يجب أن نضغط من خلال هذه العلاقة على الهند أن يعترف بحقوق المسلمين هذا ثمانية مليون هذا أكثر من كثير من الدول الخليج لو جمعت كل الدول الخليج كم عددهم هذا لذلك موقف إنساني وموقف إسلامي ويجب أن يكون هناك أصلا كل الدول يجب أن يضع يدها على يد الآخر وهذا هو الذي تجه إلي تركيا وأردوغان من أجل دعم قضايا باكستان حتى في الأمم المتحدة وكل منصات دكتور حسن في ظل الإعلان عن صفقة القرن التي اعتبرها أردوغان كما قلت قبل خطة احتلال وفي ظل ما تعيشه بعض دول العالم الإسلامي من سرعات وحروب وأفات ومشاكل كيف تقرأ مستقبل علاقات دول إسلامية يعني أولا بما أنك ذكرت صفقة القرن هي ليست فقط خطة احتلال هي خطة لحسم السراع لصالح الجانب الإسرائيلي وليست تحل الصراح هذه قضية يعيها الرئيس الجمهورية التركية أردوغان وتحدث عن ذلك بصراحة بأن خطة لا تناسب الشعب الفلسطيني وهو دائما ما ينتصر للفلسطينيين وينتصر القدس على وجه التحديد هل سؤال هل فيه إمكانية للدول الإسلامية أن تعمل معا أنا بتقديري إذا ما أردنا أن نجد موقف عربي إسلامي موحد هذا ضرب من الخيل لأن هذه الدول أيضا لها أهداف في السياسة الخارجية قد تتعارض وهنا أنا لست في معرض الهجوم أو نقد أي دولة لكن أنا أفهم بأنه في العلاقات الدولية ما يحرك الدول في كثير من الأمور هو المصلحة الوطنية قد تعترض أحيانا هلأ السيد أردوغان يريد أن يجد أكبر قدر ممكن من الدول التي تدعم توجهاته فيما يتعلق بتخليص المسلمين في مرحلة يعاني منها المسلم في سمعته يعني المسلم هو ينظر إليه في أوروبا وفي الغرب بأنه مصدر الإرهاب أنا شخصيا عندما أسافر إلى الغرب أحيانا ألاحظ بأن هناك أعين تتوجه علي فقط بسبب شكلي بأنني من من المنطقة الشرق الأوسط يعني مسلم يعني ربما أكون متطرف أو إرهابي في حين أنني كنت أستاذا بجامعتي كنت أدرس في أمريكا ومع ذلك تجد أن هذه المواقف والنظرات السلبية تجاه المسلمين هي من صنع المسلمين أيضا هي من صنع الأنظمة العربية والأنظمة الإسلامية التي غيبت الدموقراطية والتي تاجرت في قضية محاربة الإسلام السياسي أحد رؤساء مثل الرئيس السيسي ذهب إلى أوروبا يحذر من المسلمين في المساجد بمعنى أن تيارات الإسلام وفيه التي تعادل المسلمين في الغرب أحيانا تجد تأييدا من قبل بعض القادة في هذه المنطقة أردغان يريد مقاربة جديدة هي تعلي من قيمة المسلمين وتبين الحقيقة وأيضا تحافظ على مصالح هذه المنطقة بشكل عام هل يستطيع أن يجد الـ 55 دولة الموجودة في منظمة المؤتمر الإسلامي على قلب الرجل الواحد الجواب لا هل يستطيع أن يجد دول وازنة قوية يمكن أن تؤثر نعم أنا بتقديرا أن الخطة تجاه الباكستان تصب في هذا الاتجاه نعم أستاذ علي نعود لموضوع الدعم إلى أي مدى يمكن أن يخفف الدعم التركي الضغوط الممارسة على باكستان لا تركيا هي طبعا صاعدت باكستان في تحييد أو إزالة هذه الضغوط بطرق شتى يعني قبل فترة الرئيس التركي صاهم في تصوية الخلاف بين شركة تركية وبين باكستان وإلا كانت باكستان مسؤولة لدفع مبلغ أكثر من مليار دورة كغرامة لهذه الشركة فهذه الشركة وافقت على إعفاء الأمر وخلاص هذا فهذا مبلغ كبير وإلا دولة مثل باكستان يعني كيف تدفع الأقصار بالمئات من الملايين كل سنة هذه في نفس الوقت أن الرئيس والحكومة التركية والشركات التركية هي تتعامل مع باكستان ليس لأجل المصالحة أو المنفع المتبادلة بل هي دائما ترعي بمصلحة باكستان أكثر في كثير من الأمور وهذا وهناك الصفقات تمت فيما في دفع من الباكستان والشركات التركية قامت بإنهاء المواضيع منها مواصلات ومنها إدارة المدن هنا فكل هذه الأشياء يتشير أن حكومة تركية والشعب التركي بالشكل عام يعني حريص على مصاعدة باكستان لتكون باكستان دولة قوية اقتصاديا شيء وفاكستان تخرج من هذه الأزمات الضغوط من هنا ومن هنا بسبب الاقتصاد الضريف أو شيء هذا وهذا شيء جدا هناك تقدير كبير مثل هذا الجانب لدى المثقفين لدى الحكومات وأنا لا بد أن أصبر هنا أن في باكستان وفي باكستان أن تركيا والرئيس التركي شخصية وحيدة تتمتع باحترام وتقدير كبير من كل الأحزاب السياسية الباكستانية والأحزاب الدينية الباكستانية الرئيس أردغان قام بمخاذبة البرلمان خلال حكومة هزب الشعب حكومة هزب الرابط النواز الآن حكومة هزب حركة العدالة معنا ما في خلاف شخصية غير متنازفية شكرا جزيلا لك الباحث الباحث في شان الباكستاني من إسلامباد علي مهر الشكر لضيفي كذلك حسن البراري الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأردنية كنت معنا من عمان وشكرا لضيفي في الأستوديو الدكتور برهان كوروغلو الأكاديمي والباحث في الشأن التركي والشكر موصول لكم مشاهدينا على حصن المتابعة وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج ولنا أوقفة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة